يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة السادسة بداية انتحياتي لكل اللي بيتابعنا على شاشة الأهلي ونقول مبروك لمصر لأنه لازم نقول مبروك لقاء صعب لقاء مهم كل السيناريو اللي كلمنا عليه في السادسة حلقة مبارح مع ضرفنا طبعا ونجمينا كابتن خالد جدالة اتنفذ بالحرف الواحد وكأن كابتن خالد كان عند رؤية مسبقة لطبيعة المواجهة كانت مواجهة صعبة بكل تأكيد لكن الأهم أنه خليني أقول كده بمنتصرها منتخب مصر ما فيش جديد والحقيقة أنا حابب أوجه في بداية الكلام رسالة لكابتن إيهاب جلال الكتير من الناس تفقلوا واحد لكونوا مدرب وطني وإحنا من وقع تجربتنا الطويلة جدا شايفين أنه المدرب الوطني يليق أكتر بمنتخب مصر وده بتأكدوا أرقامنا وبطولاتنا اللي حققناها تحت قيادة وطنية أكتر منها مع قيادة أجنبية وده حاجة نتكلم فيها بالتفصيل حاجة مرتبطة بتركيبة بثقافة اللعب المصري الفكرة الروح عنده مهمة جدا وإن غابة الروح يعني أنا شايف أنه ماتش مبارح الحقيقة مش انتداد لمسيرة كارلس كيروش أو مش انتداد لشكل المنتخب فيه المباراة الأخيرة في بطولة أمم أفريقيا لكن الإحساس الأهم والرسالة اللي عايزة وصلها لكابتن إهاب مرتبطة أكتر بالشطات أو بالكادرات اللي جابت فيها الكاميرا ملامح إهاب جلال أثناء سيل المباراة اللي وصلتني انطباع شديد أن الراجل محطوط تحت ضغوط كبيرة جدا من بداية توليه المسؤولية لو كأن إحساسه وكأنه هو بيكلب نفسه وكما لو كان إنه صوته عالي إنه حاسس إنه الناس أو إنه شايف إنه بعد المباراة لو ما يعني ما توفقش المنتخب في المطش ده السكاكين هتطلع له وإن الاستوديوات التحليلية وخبراء التحليل في مصر مش هيرحموه وعشان كده يمكن وراجل ده قال في المؤتمر الصحفي ما تتوقعوش مني تغيير كبير وما تتوقعوش إنه شكل المنتخب يحصل فيه اختلاف كبير وهو ما تحقق بالفعل أنا شايف إنه كورة المنتخب مبارح ما جاتش إنه المنتخب ما نزلش الملعب ولولا دعوات الملايين وكورة مصطفى محمد يعني صدفنا فيها توفيق كبير جدا كانت المشكلة هتبقى أصحب عشان كده بقول إنه مبروك على الفوز لإنه هيسهل انطلاقة إيهاب جلال في بداية المشوار تخيلوا حضراتكم لو كانت المباراة وده كان سيناريو قريب جدا من إنه يحصل إنتهيت بفوز غينيا مبارح كان هيبقى مصير إيهاب جلال في استيديوهات التحليل إيه أو برامج التوك شور ياضية كان هيكون عامل إزاي والراجل حقيقة حاسس بضغط كبير وأنا مقدر ده وأي مدير فني مش بس إيهاب جلال أي مدير فني هيكون في الموقف ده هيبقى بيتعرض لنفس النوع من الضغوط لكن لسان حق الجماهير الكرة في مصر لو بتكلم موديل فني المسؤول أول عن المنتخبة المصري هتقوله إيه هتقوله غامر هتقوله إحنا محتاجين ثورة هتقوله ما تعملش اعتبار للقيلة والقال الناس دي أغلبها معاك معاك عليك عليك لو عملت الطفرة أو النقلة المحترم هتلاقي كل الناس بتشيت بيك ولو بقى الحال على ما هو عليه هتلاقي كل الناس بتحط عليك فبالتالي غامر جازف اعمل ثورة مش ممكن يعني مش ممكن يبقى ده الجهاز الفني رقم عشرة أو اتناشر بيتولى مسؤولية المنتخب الوطني ويبقى الأداء على ما هو عليه وتبقى الطريقة هي هي ثم أنا بصراحة لو اتكلمت كرة وأنا مش خبير كروي مصر كلها يمكن يكون فيها سبعين تمانين مليون واحد بيتكلموا كرة أحسن مني لكن في النهاية أنا شايف أنه التلاتة اللي في النص دول بقوا دايلامة في الكرة المصرية لا بيخلونا ندافع وأعتقد أن هجمات غينية وسيطرت غينية على أجزاء كبيرة من لقاء مبارح بتقول دا أن كان فيه صغرات دفاعية كبيرة جدا في منتخب مصر وأن غينية في أكثر من فرصة كانت ممكن تسجل وكان سيناريو المباراة يروح لسيناريو ما كناش نتمنى ولا بنهاجم يعني التلاتة اللي في نص الملعب دول أنا بيتهيالي هم مشكلة عقدة منتخب مصر دفاعيا يعني عندنا إلى حد ما وأعتقد أن مطشطنا في أمم أفريقيا الأخيرة تقول أن إحنا متبيزين دفاعية يعني لو حبينا نعمل جيم دفاعي هنعمل جيم دفاعي على أعلى مستوى هجوميا إحنا تقريبا مش موجودين سيطرة واستحواز مفيش صناعة فرص قدرة على أنك أنت تمثل خطورة على فرقة يعني مع كامل الاحترام لغينية والحياة فجأتني مبارح يعني كابتن خالد لما كان بيكلمني مبارح في الستوديو هنا على فرقة غينية وأنها فرقة هتتعبنا ما كنتش بتوقع أنها فرقة عندها كرة بالشكل ده لكن غينية فرقة محترمة جدا وهتنافس مصر وأنا بقول لكم أهو هتنافس مصر على صدرة المجموعة ويمكن تكون يعني الطبيعي أنه مصر وغينية هم اللي ياخدوا بطاقتي التأهل لأمم أفريقيا لكن في النهاية بصوا غينية وصل فين لعيبة بتلعب في الدولة فرنسا لعيبة بتلعب في الدولة الأسبانية لعيبة بتلعب في الدولة الإنجليزية ونجوم بلداش تقول عليهم نجوم اللي عادة تليل يعني باستثناء نبي كايتا اللي بيعب مع صلاح في ليفر بول فيش حد يعني من نجوم الكرة الأفريقية اللي مكسرة الدنيا برقاء بلعبه في دوليات كبيرة وبيلعبه في عندها محترمة ومحترفين في سن صغير ودي طبعا بتفرق بشكل كبير جدا في ثقة اللعيب وشخصية اللعيب جوه الملعب لكن في النهاية ما فيهاش نجوم أفزاز يعني ما فيهاش صلاح ما فيهاش ماني ما فيهاش كايتا ما فيهاش محرز ما فيهاش زياش ما فيهاش حد من نجوم الكرة التليلة في أفريقيا ومع ذلك فيه شخصية عند المنتخب فيه كرة بيقدمها المنتخب الغيني وده اللي بنفتقد الحقيقة فيه مباراة بتتلعب على أرضنا وفي وسط جومهورنا نتمنى ان شاء الله انه يعني انا مش بحاسب ايهاب جلال وقلت ما تنتظروش ايهاب جلال لا يتحمل فطورة المرحلة الاولى من توليه مسؤولية منتخب مصر لكن اللي بطالب بي ان كان ليه ان انا طالب كابتن ايهاب جلال نيابة عن جمهور الكرة في مصر شوية مغامرة وشوية مجسفة معظم الناس اللي عارف ايهاب جلال كمدير فني او لعبة ضد ايهاب جلال او حللت قدرات ايهاب جلال عارف ان واحد من المديرين الفنيين القلائل في مصر اللي عندهم كرة وعندهم فكر عندهم قدرة انه يحط بصمته على الفريق اللي هو بيدربه بس اللي بقوله له ان منتخب مصر يهم الميت مليون منتخب مصر مش نادي مهما كانت شعبيته ولا جمهوريته منتخب مصر رصيد كبير جدا من البطولات منتخب مصر مهم جدا انه يلعب كرة تليق بحجم الامكانيات وبحجم التاريخ وبحجم القدرات واحنا حطينا الثقة فيك وقلنا بارك الله وفي مرزق وايهاب جلال هيتولى المسئولية وكلنا هدعمه مستنيين نشوف ترجمة لده على الاقل مش بطلب منك انه ده يحصل في المطشين اللي جايين سواء اثيوبيا او كوريا الجنوبية لكن بطلب منك انك انت تحاول تعمل النقلة اللي كتير من المديرين الفنيين كانوا وطنيين كانوا اجانب مقدروش يعملوا الحدث الاهم النهاردة في مصر الحقيقة مش شورباجي يعني على الرغم انه شورباجي متصدر الترند لك انا شايف ان ده اقضاية محسومة واللي بعنا بنبيعه في ثانية يعني ما اعتقدش انه اي حد فقد فقد اهم شيء اهم شيء بيربطه باهله وبناسه وببلده فقد انتمائه فقد حالة الحب حالة العش حتى في اصعب الظروف ان احنا نكون حرسين عليه بقى اي شكل من الاشكال وفي النهاية ده قراره وده مصيره وهو الحقيقة حسبها حزبة يعني مختلفة شوية تأثير المادة اعتقد بقى عنيف جدا واعتقد انه معظم الابطال اللي اتخلقوا وظهروا ونجحوا ووصلوا على الارض دي كانوا يفتقدوا للامكانيات وكانوا يفتقد المسندة وكانوا يفتقدوا الحاجات لأوجه دعم كتير جدا لكن ده ابدا ابدا ما قللش من حبهم وانتمائهم وعشقهم لمصر والمصريين اه انا معاك لما تحسبها بالورع والقلم الظروف هنا صعبة ولما تحسبها بالورع والقلم ممكن الظروف تبقى هناك افضل كتير لكن في النهاية اذا كنت فقدت اهم شيء بيربطك باهلك وناسك وبلدك فاعتقد ان احنا لن نبكي عليك لكن الحدث الاهم بالنسبة لي النهاردة واللي ممكن يكون بيمثل نقطة فارقة هو بيان اتحاد كورت الياد المصري والحقيقة انا كان نفسي جدا 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 ان انا اتكلم في الموضوع ده من يومين ثلاثة فاتوا لكن الحقيقة في حاجات كتيرة جدا تمنعني اولها احترامي للشاشة او للقواعد اللي قصدتها قناة النادي الاهلي وشاشة اللي انا بنتمي لها لكن لما يبقى متعلق الامر باتحاد كورت الياد المصري اعتقد ان انا من حقي جدا اتكلم وخليني اعرر حضراتكم البيان قبل ما تسمعوا التعليق بيان اتحاد المصري الكورت الياد فوجئ الشعب المصري العظيم بقيادة وحكومة ومؤسسات بصورة صادرة عن نادي يمثل احد المؤسسات الرياضية المصرية العريقة ومنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وضعها رئيس نادي الزمالك على مجموعة من الحمامات كتب عليها مجمع توليتات حسن مصطفى وذلك ليراها العالم اجمع الدكتور حسن مصطفى رئيس اتحاد الدولي لكورت الياد لأربع دورات متتالية والرئيس الشرفي لاتحاد المصري لكورة الياد مدى الحياة هذا الرجل الذي يمثل رمزا من الرموز المصرية الذي يفتخر به كل مصري ويشرفه في كافة المحافل الدولية ويرفع اسم مصرنا العزيزة عاليا امام العالم الرجل الذي يستقبل في كافة دول العالم استقبالا رسميا كرئيس اتحاد الدولي لكورة الياد بحفاوة وترحاب واحترام وتقدير والذي كرمته القيادة السياسية واطلقت اسمه على احدث مجمع صلاة رياضية بمدينة 6 اكتوبر بينما يتم السخرية من تكريم الدولة من رئيس نادي الزمالك هل وصل بين التدني الاخلاقي الى هذا الحد الذي هو اهانة لبلدنا الغالي اخيرا فان الاتحاد المصري لكورة الياد يهيب بقيادة الدولة ومؤسستها الوقوف بحسم وحزم امام هذه الممارسات التي تهين الدولة ورموزها امام العالم الذي يقدرنا ويحترمنا ويعتز بمصرنا الحبيب وينوه الى انه لن يسكت او يتغاضى عن هذه الاهانة التي طلطه بشكل خاص ويتوجه ببلاغ الى السيد الاستاذ المستشار النائب العام ضد الرئيس نادي الزمالك لما بدر منه من اهانة لرمز من رموز الدولة والعالم وذات البلاغ موجه الى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومجلس النواب واللجنة الأولمبية المصرية باعتبار ان هذه المؤسسات المنود بها الدفاع عن الدولة المصرية املينا في اتخاذها ما تراه مناسبا في هذا الشأن ما اصابنا واصاب الشعب المصري والعالم من اهانة سخيفة متعمدة ضد رمز من رموزنا الاتحاد المصري لكرة اليد والحقيقة يمكن البيان ده والوقعة دي على وجه التحديد ده تخص الاساءة فقط لا اسم كبير جدا ورمز من رموز الرياضة المصرية والعالمية وهو طبعا اسم الكابتن الكبير ورئيس اتحاد الدولي ورئيس شرفي اتحاد الكرة اليد المصري حسن مصطفى لكنها الحقيقة بقت وكأنها الحقيقة منهج عمل وكأنها بقت قعدة مش استثناء النهاردة الحقيقة بقى يعني بينظر لتدني الاخلاق ولصلاة اللسان او بزاقة الكلام على انه الطريقة الامثل لانك انت تحصل بيها على حقك او انك انت تحصل بيها على غير حقك كمان هل اصبح الامر او اصبح القعدة في مصر هي البلطاجة والتطاول والاهانة والإساءة لرموز والكينات والأسماء والشخصيات محترمة جدا ايه هو الطريق اللي احنا يجب ان نحن نحترمه ايه هي الطريقة الامثل انك انت تطاول بيها على رموز كبيرة جدا وكينات كبيرة جدا مين المستفيد من ده في النهاية ايه هو المنهج اللي احنا بنرسيه هل الافضل والطريقة الامثل انك انت تكون محترم في تصرفاتك وفي كلامك ولا الافضل انك انت تكون بتتطاول على كل من هب ودب. التسريبات الأخيرة الحقيقة مش بمنق عندها. التسريبات اللي بتصدر الحقيقة يوم بعد تاني وكل يوم الحقيقة بتحمل جانب جديد من الإساءة لشخصيات في الدولة. أصبحت الحقيقة ترندة على كل مستويات. والأهم أنه عدم وضع حد لهذه التجاوزات بيشجع الغير على أن يرتكب مزيد من التجاوزات. وبيرس قاعدة أن التطاول حق أصيل لكل فرد في المجتمع المصري. فبالتالي أتمنى الحقيقة أنه يكون فيه وقفة. مش بس في وقعة الإساءة لكابتن حسن مصطفى. لكن فيه المنهج وفي الأسلوب والطريقة اللي بقت الحقيقة يعني منتشرة على مواقع التواصل في كل مناحي الحقيقة ليس فقط في الرياضة. على كل أحوال كلامنا عن الأهلي في حلقة النهاردة. واستعداداته للمطشاته اللي جاية. متواصل. هنتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة عندنا مطش مهم جدا. ومستجدات المنتخب. لأنه حقيقة ماتي إسيوبيا دخلوا المنتخب أو هيدخلوا المنتخب مصر بعدد المطبات أبرزها طبعا وأمها وغياب محمد صلاح. للينا وقفها الحقيقة مع غيابه ومع سفره للأمارات. بس تسمحوا لنا قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول. مع كامل الاحترام للألقاب. عدد الألقاب. بس الحقيقة كل الأسماء اللي انتم شفتوها. دخلوا تقولوا أن هم مديرين فنيين. عندهم بصمة. يعني سيبك من الإنجازات ومن الألقاب. وخصوصا أنك بتكلم على أندية على مستوى. يعني زيدان مع الريال. وهو طبيعي جدا. يعني جزء كبير. زيدان مدير فني كواس وكل حاجة. وفي أنا عايفني. يعني لي عشاء ولي مريدي إنجاز التعبير. لكن في النهاية. الريال. الريال هو اللحاق البطولة مع زيدان. أنا شلوتي نفس الحكاية. بيب جورديولا مع فرق كبيرة جدا. بحكم الإمكانيات. بحكم التاريخ. يعني بتكلم على البرسة طبعا. هو اللقبين اللحاقهم مع البرسة. لم ينجح لا مع البيرن ولا مع السيتي. في تحقيق لقب بطولة دولة الأبطال. لكن في النهاية. سيبك من الألقاب. كلهم الحقيقة تقدر تقول إنه. مدير فني قادر يعمل نقلة. قادر لما يحط. لما يمسك فرقة. يعني نبص مثلا على جورديولا. جورديولا كورتو مع البرسة. هي كورتو. وهي فلسفته مع الستي. هي كورتو. وهي فلسفته مع البيرن. وإحنا محتاجين ده الحقيقة. محتاجين ده. وأنا الحقيقة إيهاب جلال من ضمن ثلاث أو أربع أسماء على المستوى الكرة في مصر هنا. اللي بحس إنه مدير فني عنده البصمة. قادر إنه يحط فكره ويطبق فلسفته. بس أتمنى منه. وأنا عارف إن كل اللعيبة اللي في منتخب مصر النجوم كبار وأسماء كبار جدا. وعلى عيننا وعلى رأسنا. بس في منتخب مصر النجم الأول هو منتخب مصر. يعني منتخب مصر مفوش نجوم. منتخب مصر فيه رجالة شايلة اسمه مصر. إمتك إيه؟ مشوارك إيه؟ إنجازاتك إيه؟ يعني مع كامل الاحترام والتأدير كلها على جنب. وأتمنى من كابتن إهاب جلال أن يتعامل مع نجوم لكده. لفكرة كابتن حسن شحاته كان معا جيل كله نجوم. محدش يختلف أبدا على قيمتهم ولا على إمكانياتهم ولا على قدراتهم ولا على أسماءهم. نجوم كلها قايمة منتخب مصر كلها في جيل 2006-2008-2010 كانت كلها نجوم. في 98 البطولة اللي حقاها كابتن جهر يا الله يرحمه. كان كلهم نجوم. يعني في تدرش تقول أنه حازم إمام حسن حسن أحمد حسن طرق مصطفى عبدالسطر صبري ياسر ردوان محمد عمارة. نجوم كلهم نجوم. 2000 1986 بطولة 86 خطيب طهر بوزيد ربيع يسين مصطفى عبده وثبت البطل أشرف آسم دول نجوم جدا 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 وتسايين برضو دي جيل راح كاس العالم أحمد الكاس أحمد رمزي هاني رمزي هشام يكن أحمد شبير حسن إبراهيم نجوم لكن ما فيش نجوم ما فيش نجم ممكن يكون في يوم العام أعلى من منتخب مصر واللي مش قادر يدي المنتخب أهلا وسهلا الرجالة كتير الرجالة كتير طيب عشان كده بقول جابة نهاب انت صاحب قرار أول والأخير يعني انت قائد المنتخب مش بس مدير فني ومنتخب دايما يحب القائد يعني فيه فرق بانك انت تبقى مدير الجهاز أو مدير فني المنتخب وانك انت تكون قائد المنتخب واحنا شايفين فيك ومتوسمين فيك خير وأنا تمنى انك تقدر تعمل النقلة دي خلينا أقول لكم طبعا كنت أقول لكم انه منتخب مصر راحي لعب إثيوبيا يوم الخميس اللي جاي مواجهة طبعا تانية في مشوار تصفيات أمم أفريقيا المنتخب المباراة دي هيرجع لنا الشناوي اللي الحمد لله طب منه عليه وعلى سلبيت العيانة والمسحة بتاعته لكنها غير عنها محمد صلاح وفي غياب صلاح هنا الحقيقة أنا ليه أكتر من علامة استفهام لأنه المصادر اللي صراحت أنه محمد صلاح هيسفر الإمارات عشان هو شارك محمد صلاح المصدر بيقول محمد صلاح مطش مبارح وهو عنده شد خفيف كان مصاب ويمكن ده كانبان شوية على صلاح ما كانش يعني في أعلى فورما مبارح المنتخب مبارح كله ما كانش في أعلى فورما مش بس صلاح يعني مبارح احنا مجاناية ازاي ما قلت لكن الحمد لله إنها كانت نتيجة إيجابية وفي مواجهة المنتخب الأقوى معناه في المجموعة كابتل خالد جادارلا مبارح كان بيقول لي إنه ملاوي كمان منتخب محترم جدا أنا ما شفتش ملاوي يعني مركزتش مع غينيا عندها لعيبة تقول عليها يعني تقدر تعمل منافس قوي لمنتخب مصر في المجموعة لكن لا غينيا منتخب محترم جدا وبيلعب كرة محترمة جدا 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 لكن اللفت نظري فكت إنه صلاح لعب مبارح وهو مصاب وصلاح أصر على ده وده أعتقد إنه أنا من أكتر لعيبة اللي بحترم عقلياتها محمد صلاح أعتقد إنه على عكس تماما صلاح نسخة ليفربول لأنه صلاح إذا كان مصاب أعتقد إنه إصراره على الاشتراك في المباراة يبقى خطأ كبير جدا يحسب عليه وموافقة الجهاز الفني أو بمعنى أدق ردوخ الجهاز الفني ردوخ كابتن إيهاب جلال لأنه يشرك محمد صلاح وهو مصاب أعتقد كمان خطأ تاني يحسب على الجهاز الفني والجهاز الطبي لأنه فطورة ده ممكن كانت تبقى على الاتنين على اللاعب وعلى المنتخب كبيرة جدا سفروا للإمارات في التوقيت ده عشان يعني يتابع برنامجه التأهيلي يعني هناخد بما تم التصريح به من المصدر وهنفوتها وإن كنت أعتقد أنه في الأمور لكن مش وقته يعني مش في الكواليس لكن أتمنى الحقيقة أنه القرار صناعة القرار داخل المنتخب تبقى فقط الجهاز الفني وفي المقام الأول طبعا كابتن إيهاب جلال أعتقد ده المفترض أنه يتم التعامل به مفترض أنه هيكون جاهز يعني إن شاء الله لمطش سول مطش كوريا الجنوبية وهيسافر بعد يعني هو سافر خلاص لأنه يعني يتابع برنامج التأهيل اللي تحطره في الأمورات لكن مفترض أنه إن شاء الله بعد مطش إثيوبيا هيكون موجود مع المنتخب في مباراة سول مباراة كوريا الجنوبية طيب الشناوي زي ما قلت لحضراتكم هيكون جاهز إن شاء الله هيسافر مع بعثة المنتخب عشان يكون موجود معهم في مواجهة مباراة إثيوبيا موجهة إثيوبيا اللي جاي تاني محطاتنا في مشوارنا في الكان والحمد لله طمنا عليه وعلى سلبية المسحة بتاعته الشكوك ما زالت مرتبطة بموقف تريزيجي تريزيجي من الوارد جدا اللي طبعا كان مفترض وإحنا يمكن إعلاننا التشكيل قبل بداية المباراة مباراة برح هنا لحضراتكم قلنا لحضراتكم تشكيل منتخب وكان من ضمن التشكيل وجود محمود تريزيجي لكن من الواضح كمان أنه في ما يتعلق بمباراة إثيوبيا موقفه حتى اللحظة غير واضح عمل أشعة أثبتت إصابته بشدة في العضلات وهيتم تحديد موقفه في الأيام اللي جاية من المشاركة في مباراة إثيوبيا أنا أعتقد أن إحنا هجوميا عندنا أوراق كبيرة جدا هي الطريقة يمكن التكليفات الإجهاد المعنويات أنا مش عارف يعني كابتن إيهاب جلال هيلاقيها منين ولا منين لكن هي الكمبو على بعض الحقيقة مخلي المنتخب كله دعم وفتقدنا الحاجات كتيرة افتقدنا الحاجات كتيرة جدا مبارا افتقدنا للسرعة افتقدنا للمهارة افتقدنا للقوة حسيت أنه منتخبنا جام من منتخب غينيا مش ظاهر وأنه منتخب غينيا جاي يلعب كرة على مصر ومصر خدوا بالكم مهما تراجعت مستوياتها بالنسبة لمنتخبات افريقيا منتخب كبير لكن الناس جايين برح تلعب كرة علينا في وسط جمهورنا وعلى ملعبنا أعتقد يعني الفوارق كانت واضحة بشكل كبير جدا نتمنى نلملم أوراقنا زي ما بيقولوا بسرعة ونتمنى ان شاء الله بإذن الله اللي جاي يكون أفضل أخدكم واروح معاكم لترتيب أغلى عشر لعبين على مستوى العالم خد بالك أنه أغلى عشر لعبين مش بالضرورة يكون مرتبط أو بينعكس على فكرة الأفضل على مستوى العالم بعد التقارير للصحفية الإيطالية كلمت على قايمة أغلى عشر لعبين في العالم واللي كان في صدرتها الحقيقة نجم فرنسا ونجم بيه جي كيليا نمبابي وجيه بعده فينيسي جونيور طبعا نجم ومنتخب نجم برازيل سامبا ونجم منتخب ونجم نادي ريال مدريديو اللي كان ليه دور مهم جدا جدا حقيقة كان جندي مجهول يمكن الناس كلمت كثير على بنزمة وكان ليه طبعا بنزمة اسهمات كبيرة وكلمت على كورتوا لكن حقيقة أنا بشوف أن الجونيور كان من الأوراق المهمة جدا لريال في تحقيق لقب الليجة ولقب الشامبينز دي حسب مصدر الحقيقة في CIES المرصد المتعلق برصد قائمة أغلى لعبين على مستوى العالم خلال الفترة الحالية حط في الصدارة الحقيقة كيليا نمبابي نجم بيه جي وفرنسا بقيمة تسويقية بتصل لـ 206 مليون يورو في المركز الثاني كان فينيسي جونيور نجم الريال اللي احتل المركز الثاني بقيمة تسويقية وصلت لـ 185 مليون يورو في قيمة الأغلى على مستوى العالم ما بالكم لو كان الـ 2 دول زي ما كان الريال بيخطت يعني بيلعبوا للملكي الأسباني كيليا نمبابي في اليمين فينيسي جونيور في الشمال هم عام أفضل هدف على مستوى العالم الموسم الأخير ده كريم بن زيمة كان شكل هجوم الريال هيكون عامل زي زي ما قلت لكم بابي في المركز الأول 206 مليون يورو في المركز الثاني فينيسي جونيور ريال مادريد إسباني بقيمة 185 مليون يورو أما في المركز الثالث فكان صفقة الستي الجديدة والمنتقل من بروسيا دورتموند أيرلينج هالند بقيمة 152 مليون يورو المركز الرابع بادري جونزالس نجمة برشلونة ونجمة منتخب إسبانيا ب135 مليون يورو المركز الخامس جود بيلينج هام الموهبة اللي كلمت حضراتكم عليها وقلت لها قلت لكم إنها قادمة في سماء أكبر لأن دها الأوروبية هو حاليا طبعا بيلعب في بروسيا دورتموند بقيمة 133 مليون يورو في المركز السادس جوهارة إنجلترا وجوهارة مانشستر سيتي اللي بعتقد من التقرير ده أو الترتيب ده ظرمه في الفوضن واحد من أهم وأقوى وأسرع وأمهر الأجنحة في العالم دلوقتي بقيمة 124 مليون يورو في المركز الثامن فرينكي ديونج بلعب برشلونة طبعا ومنتخب هولندا بـ 112 مليون يورو وفي المركز التاسع لويس دياز طبعا نجم وصفقة الموسم بالنسبة لليفر بول اللي وصلت قنته التسويقية لـ 110 مليون يورو روبين دياز طبعا مدافع بورتغالي ونجم مانشستر سيتي وأفضل لعب في الدولة الإنجليزية الموسم قبل الماضي بقيمة 109 مليون يورو وفي المركز الأخير فرانتورس المنطقل من السيتي للبرسا بقيمة 109 مليون يورو ليه بقول لحضراتكم ولو قردتم كده وشفتم ترتيب القيمة هتلاقي أن ما فيهاش واحد من أسماء التقيلة التي تميزت وتقلقة الموسم ده أبرزها وأهمها طبعا لعب زي كريم بنزيمة بقى مرشح قوي جدا لحصوله على اللقب الأفضل حتى ليفندوسكي طبعا نجمل بايرن اللي حاصل على جائزة أفضل لها في العالم الموسم اللي فات مش موجود في القايمة محمد صلاح اللي جميل المصري مش موجود في القايمة لكن ده ليه ده لأنه مرتبط بشكل كبير جدا فكرة القيمة التسويقية بمعدل الأعمار ومعظم اللاعبين اللي قلت لحضراتكم عليهم دلوقتي اللاعبين صغيرين جدا في السن على عكس من كريم بنزيمة أو ليفندوسكي أو محمد صلاح اللي يأما دخلوا في التلاتينات بالفعل يأما يقتربوا على سن التلاتين وده بيأثر بشكل سلبي على قيمة التسويقية العبادية لكن معظم الأسماء اللي حضراتكم قلتوها أو تبعتوها دلوقتي هتلقوها كلها إما تحت العشرين أو فوق العشرين بسنة أو بسنتين وبالتالي ده بيساهم بشكل جديد أوي في رفع القيمة التسويقية اللي بتساعد الأندية اللي هتنتدمهم خدوا بالكم السيتي مش فريق سازج عشان ينتدم لعب صغير زي هالند آه طبعا لعب مهم جدا وقوي جدا لكنه في النهاية قادر على تسويق والاستفادة منه مادية بأرقام فلكية في السنوات اللي جاية ده هيك طبعا على الاستفادة الفنية لا يحققها بوجود لعب قوي أو راس حربة قوي زي هالند نفس الحكاية تنطبق على ما يغرجش 300 مليون اللي أخدهم إمبابي من الورد جدا وإمبابي اتباع لريال مدريد خلال موسم أو 2 أو 3 برقم يتجاوز بكتير جدا رقم 300 مليون يورو فاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة اشتركوا في القناة وصلنا لمرحلة أنه عندنا نجم مصري قادر يحط اسم مصر على خريطة الكرة العالمية ويكون دايما متصدر للمشهد في واحد من أقوى الدوريات زي البريمير ليج أو الدوري الإنجليزي يعني ويتنافس مع الكبار العالم يعني يتحط اسمه ويتقارن اسمه بليفاندوفسكي بكيليا نمبابي بتشيرو وموبيلي بكريم بنزيما لكن خليني أرجعكم بقى فلاش باك واحد وعشرين سنة وكانت بداية التجربة الحقيقة اللي قلنا أنها هتبقى بداية مشوار نقل الكرة المصرية للعالمية وده تحقق على إيد أولادنا جيل من الشباب وصل لأنه يحقق برونزية كاس العالم ألفين وواحد هي بالصدفة الحقيقة بالصدفة ومن حسن حظي أنه يبقى ضيفي النهاردة واحد من نجوم منتخبنا واحد من نجوم طبعا النادي الأهلي كابتن أبو المجد مصطفى بيشرفنا في السادسة مسأخرة كابتن أبو بنالد ونور الدنيا الحمد لله بخير تمام الحمد لله بخير الحقيقة يعني يمكن يعني بعد مطش مبارح كان مهم جدا وإحنا عندنا أمل كبير في كابتن إيهاب جلال وعندنا أمل كبير في منتخبنا بعد بعد استعادة جزء كبير من الشخصية في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة أو الروح خليني أقول الروح لسه الشخصية عليها شوية كنا متوقعين أنه الدنيا هتروح لأحسن من كده لكن خليني أتكلم الأول وأخذ رأيك فقبل ما أروح للتجربة لأنني أهمني جدا نعرف معك مع التجربة النهاردة رأيك في منتخبنا وأداء مبارح قدام رينيا يعني بسم الله الرحيم طبعا يعني مبارح 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 أكيد ناس كتير مننا أو كل الناس مش راضي عن الأداء أوه احنا حققنا الهدف بمكسب وأول دارة بونت في التصفيات لكن احنا بقالنا فترة كبيرة جدا غايب عننا الأداء الكويس والشكل والشخصية المنتخب في مصر يمكن دل مزع للناس الفترة اللي فاتت ممكن فيها وقت كتير أوه احنا كنا بنتمنى أن احنا نوصل طبعا كاس العالم والمتواجدين في النسخة اللي جاية لكن برضو يعني فيه ناس كتير جدا علاقت طب يعني بعد ما وصل كاس العالم بالضبط كده كنت تستخدم والهدف هو الوصول بس لكاس العالم ولكن هتروح تعمله في كاس العالم بص هي دي هي دي المشكلة الفترة اللي فاتت من وجهة نظري أن انت بتحول الموضوع لوظيفة انت عايز تحقق هدف من غير ما ما تشتغل عليه ومن غير ما ما تتطور فيه ومن غير ما تقدر ان انت تشوف ايه عيوبك الأول هي المشكلة ان احنا عايزين نسد خانات احنا عايزين نوصل كاس العالم طب ايه المقاومات بتاعتنا عشان نوصل كاس العالم طب هلا انا وصلت كاس العالم هو ده كل طموحي هي المشكلة عندنا برضو في الطموح ان انت احكي لي قصة كاس العالم معاكم يعني يعني هو كاس العالم لتلعبوا كورا ومصدقين ان انك رحين كاس العالم عشان تروحوا لبعيد ولا الموضوع جاء في لحظتها ولا لقيتوا انكم مؤفقين في البطولة ولا حضرتوا لها من الاول يعني احكي لي قصة كاس العالم 2001 دي لا يعني بص يا في البداية طبعا كابتن شوئي غريب كابتن شوئي طبعا بص يعني انتم كنتوا لسه شباب صغير كلكم فرق كبيرة فرق بتاعها بدوري ممتاز فرق او يعني ولا اختاركم احكي لي كده التجربة من بداياتها بص احنا يعني بالنسبة لنا كنت لسه في شير الدخل ابو مسلم كان لسه في مزارع دينا ريدا الشحاتة كان لسه في المنصورة يعني التوليفة بتاعت المنتخب بتاعنا كانت كلها من قندية مصر كانت معنا ناس من الالمونيوم كانت معنا ناس من نادي انا كانت معنا ناس من قندية بحري فما كانش الموضوع بالنسبة لنا يعني كابتن شغري كان في بداية الاعداد بتاعنا لف كل مصر كانت شاف كل العيبة حتى كانت بطولات الجمهورية كانت تعمل في الوقت دوت احنا وإحنا صغارين كنا عارفين بعض ان احنا كنا بنشارك على طول في البطولات بطولات الجمهورية فانت بتسافر وبتعمل احتكاك كان الدوري كان مختلف كان الدوري كان قوي الدوري كان فيه لعبة كثيرة جدا كويسة فيمكن الحمد لله الفترة اللي الكابتن شاوي يبدأ فيها كانت بدري فهو كان بيكون المنتخب من بدري ودي حاجة ساعدته على ان هو يوصل في الآخر لأفضل ناس كانت موجودة او افضل مجموعة استمرت معاه يمكن الاعداد في الفترة دي تفدنا كتير جدا يمكن من الحاجات اللي فدتنا ان انت احتكد بكل المدارس من بدري وانت لسه صغير وخدت خبرات كتير جدا ولعبت في افريقيا ولعبت في اوروبا ولعبت في امريكا ولعبت في كل الاماكن ولعبت لكن انا بتكلم في البداية هو احنا في الاعداد نفسه انت وصلت المرحلة انت لما هتلعب مع اكبر منتخب ما عندكش مشكلة انا كان سؤالي مع كامل اخترام والتأدير طبعا على رأسي من فوق كل اسماع اللي انت قلتها بس بتقول لي المونيوم مش عارف انا منصورة يعني فرق ما عنده هستبوح البطولات قوي وانت كلاعيب فيهم يعني رايح كاس العالم وانت رايح تنفس على كاس العالم رايح كاس العالم وانت شكرا انك قد البطولة بادي برضو كان تحدي قدام الجهاز انا 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 انت في البداية انت اعدادك كان عامل ازاي انا هو الاعداد اللي فرق معا انت عشان توصل للمرحلة المشاركات اللي انت استفدت بيها والخبرات اللي انت خدتها قبل البطولة ديك برضو كانت مهمة جدا بالنسبة لنا زي ما قلتلك احنا كنا في الفترة دي يعني اقل واحد فينا مثلا لعب مثلا بتاع 50-60 ماتشو ودي 50-60 ماتشو وماتشو دولية يعني ماتشو دولية مع منتخبات وفي كل في كل ظروف رحنا في افريقيا وملاعب مش قيسة وإقامات صعبة جدا ولعبت روحت في اوروبا وخدت الخبرات ازاي بتقابل المدارس ديت وازاي انت هتقدر تتعامل مع المدارس ديت بالشكل بتاعك او بكورتك او بأسلوبك كل الحاجات ديت كانت قابل الاعداد بتاعنا او قابل البطولة يمكن الحاجات ديت هي اللي فاتتنا وازاي مقلتلك بتلعب اي حد بتلعب اي حد معندكش مشكلة بلظبط فمفيش مشكلة بالنسبة لك فانا شايف ان الاعداد والاحتكاك وان انت تاخد خبرات من المدارس احنا بنلعب اي حد باللوقتي بقى في مشكلة هكابتين أورو مجد نعم احنا باللوقتي بنلعب اي حد بقى في مشكلة بس انت خلي بالك احنا بقىش بيفرق منتخب كبير منتخب صغير دايما حاسين ان في مشكلة بص انت عندك مشكلة كمنظومة يعني خلينا نتفق ان في حاجات كتيرة جدا غلط بتتم في مصر في حاجات كتيرة مش منظمة في حاجات مش واضحة انت انت هتحضر لها ازاي او انت المفروض ان انت الهدف اللي انت هتستخدمه او الهدف اللي انت عايزه هتوصله ازاي هتعدله ازاي في تخبط كبير جدا في الفترة دي انت لغاية دلوقتي مفيش مدارب منتخب اولمبي نسه معاي انتش الحاجات دي كلها محترامي يعني في الدول التانية او في الدول اللي عندها نظام او عندها سيستم المفروض الحاجات دي بتبقى مترتبة من بدري ومعروف التوقفات بتاعتها المطشب بتاعتها الاعداد بتاعتها هيبقى عاملة ازاي احنا محترامي الفترة اللي فات دي دي كلها احنا مش عارفين ننظم الامور داخليا مسابق الدوري انا شايف ان هي مش قوية كان مع الدوري الممتاز طبعا طبعا حتى القاعدة اللي تحت الكنشئين او الدوري النشئين انا شايف ان هو برضو دوري ما ادرش ما ادرش يفرز لك اللعيبة اللي انت تقدر تقول لا انا هشتغل على اللعيبة ديت او انا هحضر اللعيبة ديت او هحضر الجيل دوت عشان اقدر استفاد منه الفترة اللي جاية ازاي ما قلت لك احنا عندنا مشكلة في النظام انت مش محدد حاجة واضحة الناس تشتغل عليها ما عندكش تأهيل كويس للمدربين تسمح لي اختلف معك تفضل واسمع وجهة نظرك الظروف اللي احنا موجودين فيها النهاردة افضل بكتير جدا جدا من الظروف اللي حققت فيها رياضة في مصر على مستوى منتخب اول على مستوى منتخب شباب او ناشئين نتاج افضل بكتير يعني انت النهاردة لو بصيت الاندية اللي موجودة في مصر والكيانات الجديدة والاستثمارات الكبيرة اللي دخلت وحجم التعاقدات الفلوس التمويل البس التلفزيوني البنية التحتية الملاعب مقارنة بالفترة اللي انت كنت بتلاعب فيها او الجيل بتاعك اللي حقق بلونزية كاس العالم وما بعدها يمكن انا بتهالي انه يعني الفين وواحد دي كانت مقدمة لالفين وستة والفين وثمانية والفين وعشر لازم يقف فيه ربط بينه لكن انا شايف ان المتاح دي بقى احسن بكتير لكن المردود لا يتناسب مع حجم المتاح انت عملت كل حاجة زي ما انت بتقول عملت كل حاجة تخلي المنظومة تتطور اي لكن اهم حاجة الاساسية ما عملتهش ولا المدرب ولا اللعيب ولا انت اهلت المدرب بشكل كويس ولا مرنته ولا اديته خبرات ولا علمته ونفس الوقت ده بيانعكس على اللعيب مع احترامي كل الاحترام لكل المجموعة اللي موجودة الارقام اللي بتتاخد في الدور المصري حاليا لا تتناسب مع امكانات اللعيب الموجودة تقصد اكبر بكتير اكبر بكتير اكبر بكتير اصلا تتناسب ممكن انت بقى قلي اه لا يعني معلش ممكن التعبير خلي بس شوية لكن انا اقصده ان الارقام الموجودة انا شايف ان هي كتير على المجموعة اللي موجودة في لعيبة كويسة محتاجة تشتغل حاجات معينة او محتاجة تطورات في ادائها ده ما بيحصلش ان اللعيب في مصر مع احترامي انا ممكن الكلام ده يزعى الناس كتير لكن ده وجهة نظره ده اللي انا شفته ويمكن ده اللي انا عشته في الفترة اللي فاتت ان اللعيبة في مصر ما عندهاش استعداد للتطوير هو بالنسباله انا اهم حاجة عقدي اهم حاجة اللي بتتفي على عقدي اهم حاجة فلوسي هو بيبص لمصلحته الشخصية فقط حتى زي ما بيقولك التموح والدوافع ما عندهاش هو هو تموحه انه هو يعمل عقدي كويس الدوافع بتاعته ان انا اقبض مرتبي او اقبض عقدي في معاده لكن دوافع بقى للداخلية ان انا اعمل تاريخ وان انا اتطور وان انا لا بدل ما يبقى سعري دلوقتي كذا لا انا عايز اقبى كذا لا انا عايز اوصغل لكذا لا انا عايز العب منتخب مصر انا عايز بقى مؤثر فالحاجات دي كلها هو ما بيشتغلش على نفسه وليل جدا في مصر اللعيبة اللي بيشتغل على نفسه ودي مهم جدا انت كنت كابتن منتخب كابتن ابولماجد اه لا انا كنت تاني كابتن يعني كابتن رضا الشحتة كان الاول اول اه انا بعدي طبعا رضا برضو من اللعيبة الحقيقة المواهب الجميلة الحقيقة اللي جات سواء في المنصورة او مع الاهلي طبعا اه انت في الصورة دي كابتن اهو الشرع مش دي مش ده ضح اه كان رضا خرج في المبارضيات يماني طبعا أنا اليماني وكان الإعتراوي وأنا ومحمود محمود وتقريباً جمال حمزة جمال حمزة في ناس اختفت من دي سورة تانية حسين أمين الإعتراوي أبو جريشة وشيتوس وليماني وشيتوس طبعاً كان في الجيل ده دي السورة دي فين دي لحظة تدويج اللي هو المركز التالي التالي البرونزية البرونزية اي شريفي كرامي وصبحي جبال حمزة جساسكم ايه لما وصلتوا برونزية عالم بصحنا كنا زعلانين جداً كنا نفسنا نقابل الأرض دين ناخد السورة اللي فضلة وأرجع لقصة كس العالم دي دي برضو في لحظة تدويج أبو مسلم محمد عبدالواحد عبدالواحد على اليمين وابو مسلم وراء انا مش عالب بس مين اللي بينهم وبين رضا شحات ده حسين امين حسين امين اه ومين اللي قدام محمود وشيتوس اه شيتوس وده جمال حواش ده كان مزار عدينا اوكي شيتوس اهلي طبعا عبدالواحد بدايته زمالك ولا عبدالواحد كان ترسانة كان ترسانة اه صح وابو مسلم كان في الأول برضو مزار عديدة ورضا كان منصورة منصورة محمود محمود طبعا زمالك حسين امين كان مزار عدينا كنتوا زعلنين انكوا حقاقة البرونزية كنا عايزين نحن مكناش مستنين انكوا تحاوة البرونزية اساسا كان مفاجئة بالنسبة اننا بالضبط الناس كلها الناس كلها جات له حقا يعني حالة لكن كابتن شوية لما كان بتكلم معك قبل البطولة انتو كنتوا محددين هدف انو تبعبوا الببراءة مباراة ولا كنتوا محددين هدف انو تروحوا لبعيد ولا كنتوا محددين هدف انو تروحوا حسام غالي واليماني طبعا واثنين كويرت وقال قوي اليماني كان لعيب قوي 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 بصراحة وحسام غالي من المواهب يعني من أهم لعيبة خط النص اللي جات في التاريخ كله اثنين دول فلاتات أنا بس عجبني التجميع يعني عجبني انه كابتن شوقي ما استسهلش ما رهنش على المضمون الرجل اختار ونقأ العناصر وعمل وبتاقي ده يعني برضو حاجة من الحاجات اللي بتساقدها المنتخب عمل توليفة منسجمة بص يعني أنا برضو يعني من الحاجات اللي خليتنا نوصل للمرحلة ديت ان انت من بداية المنتخب بداية تكون المنتخب انت حسيت من الناس اللي مكانت موجودة في تحدي الكرة في فترة ديت كان اللي هو حرب الدشوري تحس ان هم كانوا عايزين يحققوا عايزين مهتمين جدا بالجيل دوت مهتمين جدا ان هم عايزين يخرجوا جيل كويس تمام عشان كده احنا كان الفترات اللي احنا كنا بنجمع فيها انت خدتوا موتشات كتير جدا تجمعات معسكرات يعني الموضوع تمت اعداده بشكل بشكل محترم جدا ويمكن كان من البداية واضح لكل اللعيبة اللي بتتضم احد شكال له مثلا انت جاب لعيب من الالمونيوم ليه ما لا جاب لعيب من انا ليه لا لا خالص جاب لعيب من شرقية ليه لا لا خالص لا خالص لا يعني يعني الفكرة تأهل لنهايات كاس العالم وتبدأ نحقق حاجة في كاس العالم ويمكن كان يعني السؤال اللي حالك قلته انتوا كنتوا تعملوا ايه يعني رايحين ليه لا احنا كان هدفنا ان احنا نوصل وناخد مديلية في كاس العالم مش هقولك ناخد نبقى رقم واحد لأ كنا رايحين مصرين ان احنا بإذن الله ناخد ميدالية في البطولة الحمد لله احنا زي ما قلت لك الخبرات اللي احنا خدناها والمطشاط اللي احنا لعبناها في الفترات بتاعت الاعداد يمكن ديها زي ما قلت لك عدت مرحلة الرهبة وان انت قلقا من المدارس اللي انت هتلعبها زي كانت مدارس اوروبية مدارس افريقية اسيوية ما عندكش اي مشكلة ويمكن من الحاجات اللي كانت برضو من ضمن ان انت لعبت وانت صغير مع العمار الكبير يعني كنا اوقات كان كابتن شوائع من المطشاط مع فرق دور الممتاز احنا كنا لسه صغيرين 17 سنة 18 سنة كنت بتلعب في مطشاط ودية مع الفرق دور الممتاز فرق كبيرة فانت بالنسبة لك برضو العامل دوت خلى عندك ما يبقاش عندك رهبة ما يبقاش عندك خوف انت بتلعب مع العيبة كبيرة والعيبة اتقل منك واسماء فما فيش مشكلة فيها لماذا استفدناش بالنقلة دي يعني النقلة اللي وصلت انه جيل شباب صغير طالع من قندية من عموم مصر يعني قادر بطريقة معينة او باسلوبه منهج شغل معين مع مدرب وطني كابتن شوائع غريب انه يوصل كاس عالم ليه ما حافظناش على التجربة دي او ما اكررنهاش مرة تانية عايزة اسمع رأيك ونظرتك ايه المشوار منتخب مصر في اللي جاي بس تسمحني نروح للفصل ونرجع نكمل كلام الكلام لسه مستمر مع كابتن ابو المجد على التجربة لان الحقيقة التجربة كانت ملهمة جدا واعتقد وكان ده سؤالي لي لو كنا رهن عليها او كنا قررناها او كنا خدنا التجربة دي وطريقة الشغل ده اللي عملنا بيه منتخب وص انه ياخد تالت عالم كان ممكن ينقلنا نقلة تانية ليه ما استمرتش او ما اتكررتش التجربة دي كتاني كابتن ابو المجد ولا هي كانت اجتهاد فردي يعني انت كنت شاب تقولي انتحاد الكرة كان متبنيك وبشكل كبير جدا وده كان واضح انه يعني استراتيجيا نبص على الشباب الصغير نبني منتخب اعمار صغيرة يقدر يروح في بطولة زي بطولة كاس العالم وينافس ليه ما اتكررش ده مرة تانية بص يمكن احنا الموضوع بدأ يعني يقل شوية بشوية يمكن بعدنا كان جيل كابتن حسن شحاتا حسن عبد الربو عمر الزاكي وعمر الزاكي وعمر الزاكي واحمد فاتحي كان الجيل دوت كان هو اللي بعدين على طول ويمكن برضو حقق بطولة أفريقيا ووصل كاس عالم ولكن يعني ممكن ما يكونش خدم المنتخبين دول هم بالضبط اللي جابوا 2006 2008 و2010 بالضبط يمكن بعد كده المنتخبات او تكوين المنتخبات بعد كده يمكن ما حققش الهدف اللي كانت المنتخبات اللي قبليه كانت شغال عليه وانا برضو شايف اني برضو بتحط تحت مسمى ان انت ما عندكش سيستم انت طبيعي زي ما انت ما قلت لو انت عايز تكمل التجربة جات لك ومنتخب نجح او منتخبين طب ما تكمل بقى بقية الاجيال وكمل بقية الناس اللي بعد كده وابدأ شوف ايه الحاجات اللي خلت المجموعة الاولانية تنجح وتمشي بالشكل دوت تبدأ تكملها وتكبرها وتشوف ايه الحاجات اللي ممكن تطورها زيادة عشان تقدر تحقق نتيجة لكن زي ما بقول حالك ممكن يكون دوت انا شايف وجهة نظر اني ما كانش فيه سيستم واضح او تكمل للمشوار لبقية الاجيال تجربة وانتهت يعني بالضبط على العكس من الهانبول يعني الهانبول بتشوف انه التجرب الحقيقة البناء الاتحاد الهانبول من زمان نجحت نتعة من نقلة واشتغل وطورنا وكملنا عادة عرفش ليه في افتحاد الكرة ما استثمروش ده وما استثمروش النجاحات اللي حعلناها كمان في 2006 2008 2010 طب سؤالي لك الجيل بتاعكم يعني بعد بقى ثلاث برونزية عالم ورعبتوا مع كل الكبار جالكوا عقود احتراف برا بص اللي أنا عرفته بعد كده يعني انا تقالي طول ابتهالي راح لعب في اليوفي لغاية يعني ما حصلته الحادثة لا كان عرض وكان مفروض ان هو رايح هيمدئ فهو لما نزل هنا في مصر حصلت طبعا الحادثة طبعا طبعا ابو مسلم اعتقد احتراف فترة في فرنسا سرسبرغ محدش اهتم بفكرة انه طب ليه ما نستثمرش نجاحكم ده في انه يتدي نسوقكم هل كنتم ماضين مع وكلاء لعبين مسلا في الوقت يعني لانا اعرفته بعد ما خلصنا يمكن كان في مجموعة كبيرة من اللعيبة يمكن احنا كان عددنا كبير جدا من الناس اللي هي جات لها عروض يعني عرفت بعد كده ان انا جالي عروض ابو مسلم جال عروض رضا شهدا جال عروض حسين امين جال عروض يعني عدد كبير جدا عليه فكان جات له حاجة كويسة ساعتها لكن كل الحاجات داية احنا معرفنش بها اي حاجة اي حاجة انت شخصيا اتبعت النادي وانت مكنش عندك معلومة يعني انا اتقلت من نادي النادي من غير معرف ومن غير اي حاجة واتبعت وخلاص المفروض انه فجئت ان انا رايح العب مع النادي طب يعني طب ازاي حد يقول يا جماعة اتبع بالضبط فبرضو من الحاجات اللي هي انا شايف انها في الفترة ديت فرقت معنا كتير جدا كانت ممكن يعني تنقل الجيل دو الارود دي ما اترجمتش هكذا انا مولمجد لا انا اترجمتش انا اعرفناها اعرفتها بعد ديها بعد سالها تريبا الكلام مع كابتن شاوئي مع كابتن شاوئي يعني كل اللي انا عرفته ان كل الكلام او كل العروض او الحاجة اللي جات للعيبة كان عن طريق كابتن شاوئي والجهاز اللي كان موجود وليما ترجمتش الانتقال فعلي مش عارف وما سألتوش يعني محتمل متوش انه بتقلي انتو صغارين كده واخدين بنوزية عالم لعيبة في الدوري الألماني وفي الدوري الإيطالي صح وفي البرتغالي بالضبط انت قصني يعني كان حتى في الفترة دية انت خلاص وصلت المرحلة ان انت بالنسبة لك هتقدر تلعب في اي مدرسة ما عندكش مشكلة خلان ده بقى في ألمانيا احنا مش لك حين في موضوع الاحتراف ده ازاي ما بقول لك برضو هي العقلية او الثقافة بتاعة اللعيبة برضو مختلفة شوية يمكن الحمد لله ربنا كرام حمد صلاح عشان هو حدد هدفه واحد من كان برضو كابتن أبو الماكد اكيد اكيد يمكن حتى كان فينا مازج كتير جدا حتى الاسماء التي احترفت في الكرة في مصر فيه تجارب نكحة لا نقدر انكر تجارب نكحة جدا زي زيدان في ألمانيا وغيرهم وغيرهم لكن اصد اقول تأثيرها او مردودها على الكرة والمنتخبات في مصر والبطولات ما كانش شيء عظيم حتى 2006 2008 2010 كان اغلبهم بيلعبوا هنا في مصر يعني احنا جبنا البطولات دي بلعيبة اغلبها بتلعب في مصر الظبط انت حتى لغاية دلوقتي انت مثلا مباراة غنيا بارح مؤاظم منتخب غنيا محترفين بار محترفين بار فانت حتى هتلاقي الحاجات اللي احنا بتتكلم فيها اللي هو الساد الكورة والوقفة والتمركز والتحرك هتلاقي الموضوع بقى مختلف عن الاول يعني انت كنت بالنسبة لك انت حتى كنت متفوق للفترة الاول افتقدنا ايه من وجهة نظرك في مواطش مبارا ايه اللي حسيت انه نقص المنتخب المصري عاست تقول كابتن ايهب راهن على طريقة راهن على اسماء راهن على تشكيل يعني حسيت المنتخب نقصه ايه مبارا انا يعني حسيت ان المنتخب نقصه مهمة جدا هي الروح يعني انا شايف المنتخب مبارا بيلعب بلا روح اللعبة نفسها وهي موجودة داخل الملعب مفيش كتال على كل كورة مفيش الروح بتاعة منتخب مصر اللي احنا كنا بتمسي بها يعني الطبيع انت في التصفيات الاولانية طبيعا المتشجات الاولانية كنت بتعمل فيها سكور كنت بتلعب وبتبقى هدفك ان انت عايز تعمل يمكن عشان ما فيش جمهور و الجمهور برضو بيبقى تأثير يعني برضو عشان ما هنظلمش الناس بس مش عارف انا بحاول ادور معاك على اجوبة يعني بصي يعني مع احترام الكل انا شايف ان الموضوع ببقى دافع داخلي للعيب انا انا عايز اثبت نفسي وعايز ان انا ابقى موجود وابقى لي استمراريه مع منتخب مصر وانا لازم احقق حاجة عشان منتخب مصر الدافع انا شايف ان هو اه انا اتمنى ان انا اخد كاس العالم بس انا داخليا ما اشتغلتش عليه ما عنديش الروح والعزيمة اللي انا اوصل للمرحلة دي لكن زي ما بقولك هي المشكلة كلها في ان الدوافع نفسها للعيبة دلوقتي حاسس ان في مش عارف اه مش عارف يعني حاسس ان في حاجة مش طبيعية للعيبة يعني مش دي حالة اللعيبة اللي الواحد يعني انت لسه خسرا تأصفات كاس عالم ولسه ومخدتش اومة افريقيا فعنت عندك مشكلة فالطبيعي ان انت الفترة ديت لازم حتى تعمل تعمل ارضية بقى للناس لا ان شاء الله الفترة الجاية الموضوع هي مختلف الفترة اللي جاية المنتخب مختلف فطبيعي ان انا كلعيب لازم يعني قد المؤشر دا للناس شايف اللي جاي ازاي عندنا مطشين مهمين جدا مطش مع اتيوبيا برى الارض وعندنا مطش مع منتخب بالنسبان طبعا يعتبر منتخب تقيل مش من منتخبات الكبيرة على مستوى العالم لكنه منتخب لي احترام ولي اسمه وفي عدد كبير جدا كرة في اسي عموما التوارض خصوصا كنت بتكلم مع كابتن ابو المجد على ظروف البطولة نفسها وخصوصا على فكرة انك انت تلعب مع منتخب كبير زل الارجنتين في بداية المشوار وتاخد هزيمة قصية على اي فريق ورغم كده انك انت تقدر تقف على رجلك مرة تانية مش سهلة مش سهلة على الاطلاق وخصوصا مع السن يعني اللعيبة برضو في النهاية منتخب شباب معندوش خبرات كبيرة جدا ياخد هزيمة خاصية جدا بنتيجة سبعة بتهاية لي سبعة واحد وبعد كده تقدروا تقفوا على رجلكم دي حاجة تحسب لكم على فكرة مش ضد كم انا مش بقول كده عشان يعني اقلل انجازكم لكن بجد يحسب لكم ويحسب للجهاز الفني ولم الورق بسرعة وقدر يقف مرة تانية بص زي مطر هك البدايات بتاعتك والخبرات اللي انت خدتها قبل البطولة هي اللي خلت الموضوع يعدي علينا يعني حتى تجهيز كابتن شاوء المبارار اللي بعد كده بعد المطش اللي كابتن شاوء لك وإيه حتش وعايز لك الحمد الله من أحسن المطشط اللي احنا عمل لها مطش فنلندا ككورة بقى وآداء ماذا استقبلتكم كيف لما رجعتم مصر بص يعني احنا ما شفناش ان احنا كانت معظم يعني كانت اللعيبة في الفترة دات يعني كنت انا وابو مسلم وحسين وحسام غالي وشيتوس احنا خلصنا فرانك فون وروحنا على معسكر النادي الاهل في البرتغال كان مع مستر مانول فاحنا ما نزلناش مصر ما حسناش بالاجواء دي خالص فاحنا حتى الاجواء اللي انت كنت منتظر احنا كنا عايزين عايزين نشوفها وعايزين نشوف الناس مبسوطة بالانجاز بتاعنا وعايزين نشوف التكريم لكن ما شوفناش ان احنا ناس راحت معسكرات مع الاندية بتاعتها وناس نزلت قاهرة فما ما شوفناش الاجواء دي مستني ايه من ايهاب جلال مع منتخب مصر بصي الموضوع صعب جدا بالنسبة لكابتن ايهاب جلال كابتن ايهاب جلال يمكن برضو ليه فلسفة معينة وليه شكل معين في طريقة اللعب بتاعته اتمنى ان اللعيبة تساعد كابتن ايهاب جلال على تحسين الاداء وعلى الروح ورجوع الروح تاني وشخصية منتخب مصر كابتن ايهاب جلال هيتعب بالفترة اللي جاية مع المنتخب الموضوع محتاج من وجهة نظرك مجاسفة محتاج انه ياخد ريزق اكبر شوية منه يراهن على حساب النقطة والمكسب والخسارة محتاج يعمل ثورة في الطريقة محتاج يعمل ثورة في التسكيل محتاج يغير في اختياراته او رؤيته لاختياراته في المنتخب واجهة نظري يمكن المجموعة اللي منضم المنتخب مصر خليني اتفق ان هم المجموعة ديت افضل ناس موجودة في الدوري اي وزائد المجموعة المحترفين الموجودين فشايف ان فكرة ان انت هتدخل عناصر جديدة الفترة ديت او ان انت تخش بناس جديدة اي في التشكيل يعني برضو لازم تعمل بحساب مش لازم ان انت تغير نص الفرقة عشان اخد بالك بقى عشان انت اللي بتقوله ده عكس اللي انت بتقليل بكلامك اللي انت بتقوله هو انه في تجربة من التجارب رهنت على اندية تقريبا شبه مجهولة وده حقيقة ليه علاقة يعني مش عايز اقول ضعف مش مفترض انها تبقى مسابقات ضعيفة لكن في النهاية بص للمسابقات بص الدولي ممتاز بص الدولي الدرجة التانية مثلا انت عندك كم نادي انا قلت افضل عندك كم نادي عندك كم نادي في المسابقاتين دور 18 في الممتاز وكام في الدرجة التانية 48 بالضبط 48 يعني و18 بتكلم في 66 نادي باستثناء الاهلي معها 3-4 اندية تانية واللعيبة المحترفة بره مصر هو ده قوام المنتخب يعني الاندية التانية اسهمتها كم نادي تاني بتكلم في 60 نادي تاني اسهمتهم ايه انهم يفيدوا المنتخبات اندية دي بتصرف قد ايه على النشاط الكرة في مصر حققوا ايه انجازات يعني فهم قصدي ايه وفي النهاية برضو ومدير اي مدير فني اجنبي كان عواطن يعتمد على القماشة اللي موجودة باستثناء الاهلي وبالضبط بالضبط تلاتة اندية تانين ما فيش حد بيطلع حاجة المنتخبات ايو ميش ان لنا قصدت ان المجموعة المتاحة حاليا هي دي افضل مجموعة موجودة مش معنى كده المجموعة دي تقدر تحقق اللي انت محتاجه ده لنا ده لنا ده لنا اقصده او يعني ده هو اعظم امكانيات بالضبط ده لنا اقصده بدليل الاداء ما تغيرش من ايام كبر لغاية دلوقتي الاداء بتاع المنتخب شخصية المنتخب بش موجودة يعني ما ننتظرش من كابتن يهاب جلال انه يغير حاجة انا بقول لحضرتك عشان تقدر تغير حاجة اللعيبة لازم هي اللي اللي تطور من اداءها هي لازم اللعيبة تفهم انا بلعب بشخصية منتخب مصر انا مش فرحان ان انا اقعد ادافع طول المباراة واكسب بكرة باي لك بقى لأ مش دي شخصية منتخب مصر زائد اللعيبة دي تت المفروض انها اعلى ناس في مصر في الفترة دي وبيلعبوا مع انديتهم في لعيبة بتلعب بطولات افريقية مع انديتها فلازم الحاجات دي تديها خبرات ان الموضوع لازم تتغير الفلسفة لازم تتغير لازم يفهموا ان الناس مش مش مبسوطة بالشكل الناس منتخب مصر كذلك انت حاسس ان الناس مبسوطة حاسس ان الناس فرق معاها التلتة بونت منتخب مصر لا الناس عايزة تشوف كورة منتخب مصر الناس عايزة تشوف روح منتخب مصر انا بقولك انا كسبنا بلا روح كسبنا بلا شخصية فعشان كده بقولك العامل الاساس الفترة اللي جاية اللعيب مع اي بقى فلسفة للمدرب هيشتغل بيها الاساس اللي هيطبق القصة ديت اللعيب فانا شايف ان الموضوع في اطار اللعيب مش في جهاز فني بس كابتن ياهاب جلال الفترة اللي اشتغلها قبل الورا ثلاثة اربعة ايام لا يمكن هيقدر يغير الشكل ولا غير الطريقة ولا هيغير اسلوب اللعب بالشكل اللي الناس متخيلة لكن زي ما بقولك دلوقتي اللعيب اللي الموجودة في مصر هو اللي في ايده اللي هو يطور من شكل منتخب مصري يطور من اداء منتخب مصري عايزة اتكلمك شوها على افضل خمس محترفين في الدور المصري افضل خمس محترفين في الدور المصري بصي يعني الفترة الاخيرة كان لانا شايفه يعني ديانج كان ماشي بشكل كويس شايف عبد الكريم الوادي شغال بشكل كويس عبد الكريم الوادي سموح لا سموح سموح او صح شايف جونسان باكليفت فيوتشار دلاتي من اللعبة برضو لكاميروني اعتقد صح جونسان كاميروني بالضبط شايف مهاجم امبي ابوك ابوك مع او ضد لانه في توجه او في تفكير فكرة انه يقل عدد المحترفين الاجانب في الفرقة المصرية مع او ضد لا انا ضد انه اللعيبة الفرقة تقل لكن بدوابط انه فعلا انت محتاج ان انت زي من انت اللعيب المصري لما بيجي يطلع يحترف في اي مكان لازم يتبليم موصفات لازم يبقى لعيب دولي انت لازم يبقى عندك نفس افضل برا الاهلي برا لعبة الاهلي افضل ثلاثة باك يمين في مصر افضل ثلاثة باك يمين في مصر من وجهة نظري يعني افضلهم دلوقتي وهو متوظف في المركز ده عمر كامير عبد الواحد افيش اتنين وثلاثة لا صعب لا لا صعب دي مشكلة في حد ذات طبعا المركز او الاسم اللي يفتقدوا منتخب مصر المركز رقم 10 رقم 10 والاسم حاليا لا في مشكلة في رقم 10 في مصر برضو اه في مشكلة ان انت بتكلم رقم 10 من اللعيبة او من المركز اللي بتعتمد على الكورة والرؤية والتحرك واللي استلام تحت ضغط لا يعني يعني فكرة المتهايلي الوحيد الافضل افضل حد بيقديها شوية شوية افش افش نورت الدنيا وشرفتنا وسعيد ان انا شفتك في السادسة شكرا جزيلا شكرا جزيلا وتحياتي وسلامي لكل افراد الجيل بتاعك الحقيقة جيل بنعتز به جدا نتمنى ان احنا نشوف انجاز ده بيتكرر مرة تانية يا رب ان شاء الله مع الكورة المصرية مش بس على مستوى الشباب لكن المستوى المنتخب الكبير ونتمنى ان شاء الله بإذن الله نتمنى نتمنى يكون فيه رؤية خطة اي حاجة بتقول احنا بنخطط وبنحضر منتخب يقدر يوصل ويلعب كورة كويسة في كاسر عالم 2026 بشكر كابتن ابو المجد مصطفى ضفنا ونجمينا نهاردة في السادسة وبشكر حضراتكم مع المتابعة ودايما على كل خير نتقابل على شاشة الله موسيقى